السلام عليكم و مرحبا و ألف مرحبا بكل متابعي قناة شيوات فطيما مرحبا أيضا بالمشاهدين الجدود اليوم إن شاء الله سنشارك معكم وصفة على السريع بسبوسة بالبن و النوز كتجي من أروع ما يكون كنت شفتها عند مريم باركات في الإنستغرام صراحة ندرت واحدة ضجة كبيرة عنده جربة بزاف ديال المتابعات فعلا وصفة تستحق الجريبة كتجي تقريبا ما بين الكيك و بسبوسة كتجي بحلم سقية كتجيها إلى تستحق الجريبة فالنتيجة دياله راضحة لكم على الفيديو كتجي دياله بمضاق مميز ديال اللوز و أيضا البن فباش تعرفوا معي طريقة تحضير لوصة و أيضا مكوناتها معيكم و ارتبعوا معي خطوات الفيديو و فرجة ممتعة فبسم الله على بركتي الله في الخلاط للكهربائي ولا في المفتحانة الكهربائية كنعمل خمسين جرام من اللوز يعني واحد الحفينة ديال اللوز كنعمل خمسين جيدا ما محمرته لا شيء حاجة كنطحن جيدا على هذا الشكل ما المهم كي تنيل ولكن من كتقيسه و كتلقي ما زال فيه هكذا حبيبات حرش شوية كنضيف عليه ثلاث حبات من البيض ما يقوم بتحضير من طبيعة الحلقة يكونوا يعادنون بدرجة حرارة المطبخة و كان ضيف ميتين جرام من خاشن اي سكر حبيبات ما يعادل كأس و نص بقياس كأس العنبا ما تخافوا من الكمية ما كجيش حلوة بتاتا تنفل القلتي ممكن غجي حلوة ولكن اللجة مزيانة ضفت قبيصة صغيرة من الملح و كأس إلا ربع من زيت ناباتية دائما بقياس كأس العنبا ما يعادل 100 ميليليلتر و خنيشات من خاملة الحلويات ما يعادل 16 جرام و 350 جرام من الساميد المخصص للبس بوصة و أيضا الحلويات الساميد الناعم بقياس كأس العنبا و كيسان و نص هنا ايام مشيت بغيت نطحن المكونات ولكن نسيت ما ضفت اللبن فها عاد ضفت نصف لتر من اللبن كأس العنبا و حلوة من المكونات في الخلاط تقريبا 1 دقيقة غير قليلا و ممكن تخدموه بالفوي إلى بغيته انا يعني خدمتك بما خدمتها في الخلط الكعرباء بسرعة سوف يكون هناك قليل من زيت ناباتية او الزبدة و شتعنيه بشوية من سميدة و وضعت فيه الخلط البسبوسة إلى الفرن مباشر اضفت عليها القليل من صوص كرامل اضفت من الجوانب جيدا ومن الوسط اضفت الكوكو اضفت من الجوانب جيدا ومع مصر اضفت من الجوانب جيدا ومع ملاتية اضفت لكم جزء باستخدامة اضفت لكم اضفت لكم اضفت لكم اكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انشاء الله في امان الله